زي النعاردة بالزبط استطعت القوات الليبية في القوات الايطالية في ليبيا انها تقبض على العاصي عمر المختار وعمر المختار الحقيقة كان مجرد اتولد سيبرقة ومجرد محفز قرآن لكن زعل جدا انه قوات ايطاليا تغزوا ليبيا فاتسبب عمر المختار مع رفاقه في تجبيد الايطاليين خسائر رهيبة جدا لدرجة انه اطلق على هذا الرجل الاسد الصحراء وغيره يعني لكن لما تم القبض عليه زي النهاردة من قبل القوات الايطالية خرجت بعض الجرائد اللي بيه عشان تصف عمر المختار بانه العاصي عمر المختار ده ده جورنال بريد برقة بنغازي اهو او بريد برقة قدام حضراتكم القبض على عمر المختار زعيم العصاء في برقة وزي ما انتو شايفين تحت في الصورة ده مسوليني المجنون وده الحقيقة احد مشايخ ليبيا قدامه بيقول له حاجة او يعني بيقرأ عليه من ورقة ومسوليني ده واحد من مجنين التاريخ فعلا ومسوليني كانت نهايته اسفل نهاية في التاريخ مسوليني اللي اعدم عمر المختار كانت نهايته سخيفة جدا لكن اللي اسخف منها اللي وصف عمر المختار بانه عاصي او زعيم العصاء وطبعا العنوان كان بالعربي عايز اقول لكم ان الحرب دي تخيلوا مين اللي حارب فيها حارب فيها ناس كتير جدا مصريين واتراك لانهم كانوا شايفين ان القوات الايطالية بتدنس الاراضي الليبية وعمر المختار كان واخد دي على قلبه جدا فترك كل اللي وراه واللي قدامه وتخصص في مقاومة الايطاليين دفاعا عن ليبيا والليبيين ولما عمر المختار اتقابض عليه زي النهاردة وقفوا وجهاء ليبيا ومشايخ ليبيا يبايعوا او يعني يأيدوا اسمه ايه ده موسوليني زي ما انتوا شايفين في الصورة كده وجهاء ليبيا بتبايع او بتبارك او مبسوطة بموسوليني شايفين حضراتكم موسوليني هو المجنون ده اللي في الوش ده ودول العمم دي اللي انت شايفينها بعضها مصري وبعضها ليبي وبقول مصري لان فيه عم مصري والعمة الليبية مشهورة او اللي هي دي الكاب الليبي ده اللي هو ده لكن التربوش ده كان منتشر في مصر جدا بالبدلة دي وبالطريقة دي زي ما شايفين وجهاء ليبيا بيبركوا لموسوليني المجنون انه هو خلاص حرر ليبيا من العصاة بزعامة الاخ البطل عمر المختار بعد سنوات عمر المختار هيتعامل عنه فيلم فيلم عظيم جدا عمله مصطفى العقاد وكان بطولة العبقري انتوني كوين والعبقرية ايران باباس في الفيلم ده استطاع انتوني كوين انه يجسد شخصية عمر المختار ببراعة لا حد لها والفيلم الحقيقة جسد يعني مجموعة معارك خدها عمر المختار لكن السينة اللي في الفيلم دي اللي ممكن تركز عليها هي وقفة عمر المختار بعد القبض عليه قدام القائد الايطالي جوليان تقريبا تعاني شوف المشهد ده من الفيلم لانه ما عندناش الوسائق الحقيقية او الفيديوهات الحقيقية لسقوط عمر المختار انا ما احبش كدمة سقوط لكن للقبض عليه شوف بقى عمر المختار وهو وقف قدام القائد الايطالي اللي قبض عليه وتفرج على بطولة او شجاعة عمر مختار اللي لم يبالغ كتاب او صناع الفيلم فيها نشوف المشهد ده نعم انها تتميز بماضي عريق ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم اموالكم تماما كامجادكم ليست خالدة ولكني احترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا نحن ايضا لنا تاريخ وعلوم رياضيات وطب في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك حارب الجيل القادم والاجيال التي تليه الحقيقة يعني الدبلاج في الفيلم كالرائع يعني ده صوت الرحل عبدالله غيس ويبدو ان قدر عبدالله غيس مع انتوني كوين مع بعض كان متزامن في فيلم الرسالة وايضا في فيلم عمر مختار لما تسمع صوت عبدالله غيس على اداء انتوني كوين تحس ان الصوت ده طالع من انتوني كوين فعلا اما صوت القائد الايطالي فعمل الاستاذ عادل المهلمي انما بصرف النظر الجملة اللي قالها الاستاذ القصدي عمر مختار احنا بنستسلمش يننتصر ينموت وسبق انا هنا قلت زمان جدا ان القاضي اللي حكم على عمر مختار بالسجن او بالشنق قصدي انتهى في زبالة التاريخ لكن عاش عمر مختار الوجهاء بتاع ليبيا وبتاع مصر في الوقت ده اللي وصفوا عمر مختار واللي معاه بانهم عصا انتهوا الى مزبالة التاريخ لكن عمر مختار عاش ولو علي جاب لي اللقطة الاوانية خالص وعمل مختار بيمسح النظارة بتاعته النظارة دي استطاع مصطفى العقاد وصناع الفيلم بسوفنا علي النظارة دي في اخر الفيلم خالص اثناء شن عمر المختار هيتعامل مصطفى العقاد مع النظارة دي على انها رمز ورمز مهم جدا احنا ما نعرفش او انا ما عرفش شخصيا اذا كان عمر المختار كان عنده نظارة او لا لكن اللي عرفه او اللي شفته في الفيلم ده ان بعد ما يتم شن عمر المختار النظارة دي هتسقط لانها كانت في يده اللي مربوطة ورى ظهره فهتسقط على خشبة المشنقة وهيطلع علي الصغير اللي كانت ابن ايرين باباس في الفيلم هيمسك النظارة من على الخشبة وهنا بس رمزية من المخرج وصناع الفيلم على ان ليبيا اذا كانت فقرة اسد فليبيا فيها اسود كتير جدا اللي هو الرمز بتاعهم علي الحقيقة كانت حاجة يعني تدعو للتفاؤل جدا لان المشهد كان مؤلم وهو شن عمر مختار وصحيح صناع الفيلم ما تكلموش عن الخوان الليبيين وقتها اللي باركوا او وجهاء ليبيا اللي هم باركوا اهو المشهد اهو جابوا علي وهما بيلفوا ايده هيبقى مسك النظارة بايده ده علي الصغير علي بقى مش من مخرج يعني وهيفضل مسك النظارة بايده من وره لا هاتها فلس كنين بقى علي وعين فجأة بقى طبعا لما المشناء الحب يتلفى حوير القبط الراجل ويتم يعني شنقه هتسقط النظارة على الارض فهيطلع علي الصغير دي ايرين باباس هنا في المشهد السنق بشكل عام مؤلم جدا لكن الليبيين هنا استقبلوه كأنه بطل ولا اله الا الله انما ما جابش صناع الفيلم يعني ما جابوه سيرة الخوانة بوجهاء ليبيا اللي باعوا ليبيا وبركوا لموسوليني على احتلاله ليبيا يعدي الزمن ويفوت الزمن ويفضل عمر عمر المختار افضل او اطول او اخلت بكتير من عمر الخوانة وجهاء ليبيا عمر المختار اللي اتولد في برقة اللي التاريخ نسي وجهاء ليبيا خالص والتاريخ نسي القاضي اللي حكم عليه والتاريخ نسي القائد الايطالي والتاريخ علم على موسولينه مجرم لكن التاريخ هو هو نفسه لازال يذكرني عمر المختار واحد من ابطال العرب اللي لا يمكن يتنسوا طالما فينا نفس او طالما البشرية موجودة